احنا معنا ردوة قسيمة ردوة معالجة نفسية وكانت ديفة قبل كده مع البرنامج او يعني صديقة للبرنامج بتيجي كتير ردوة ازايك ازايك يوم يوريا عملا ايه يا أخبارك تمام الحمد لله احكي لنا بقى ايه رأيك في موضوع حاجة ترد الروح ده وانا قاعدة بتفرج على الشغل بتاع الجمعية والمؤسسة بتاعت ايها نادا كنت حاسة ان انا روحي مرضودة كده كنت مبسوطة يعني كنت عملها اتخيل اتأمل في فكرة انه نادا وهي بتتكلم على الحاجات اللي بتعملها والحلق اللي دربته في الخلاط وبقى كورة انا تخيلت انه نادا اتردت لها روحها وهي بتعمل الحاجات ده دي وهي بتشوف المنتج وابتكرت نفسي كده في وقت من الاوقات حسيت ان انا بحيب قعد اجرب كده حاجات يمكن ترديني روحي كده يمكن امبسط فواحدة من الافكار اللي جاتلي ان انا عايز اشتغل كوروشيت وانه انا لو عملت حاجة كوروشيت همبسط جدا وهيعمل دماغ وهيترديني روحي زي ما بتقولي وبعدين بدأت اتعلم وتشوفت ان الموضوع مملي جدا بالنسبالي وان انا واضح انه مهاراتي مش يدوية يعني مهاراتي اكتر في الدماغ اني اكتب اني اقرأ اني اتأمل حاجة لكن الحاجات اليدوية مش هترديني روحي فانا شايفة اني موضوع فردي جدا يعني طبعا يختلف من حد الحاجة جدا فانا فعلا اعطت اعمل في انه نادا اعمل لها دماغ ده ده كان ممكن تبقى حاجة بالنسبالي يعني احب اشتريها احب اتفرج عليها لكن ما عملهاش بيضا انا بحب برضو اعمل اجرب كيكات او اه يعني وكل مرة تطلع مختلفة عن القبلها وممكن اختراف الطريقة اصلا او الاكل برضو يعني مثلا حد يكل عندي اكل وبعدين يقولي طبع عملت ايه فقط بقى فكر انا حطيت ايه على ايه وابتكر وبعدين يقولولي احنا كلم مش عارفة ايه من فترة مش عارفة يعني اوقات الاكل بيبقى له علاقة كده بيكي انتي يعني ممكن تحطي حاجة يعني اوقات مثلا حد يسألني طب بتحطي لها مقادير ايه مش عارفة يعني معرفش انا بحس انها لسه همحتاجة حط شوية دقيق محتاجة حط شوية مية ومحتاجة يعني هو تفاعلك انتي مع الاشياء فبيديلك بيردلك روحك طب وردو ايه الحاجات اللي ممكن تقتل الروح او او تسحب النفس كده كتير يعني اقول المرض النفسي يقدر يسحب الروح ما يدكيش طاقة تقدري تعملي حاجات تجربي الاكتئاب مثلا واحدة من الحاجات اللي ما تدكيش طاقة انك انتي تقومي وتجربي تعملي حاجة هدوية ولا الزرع بالنسبالك ممكن يبقى حاجة تخليك تردلك روحك ما عندكيش الطاقة دي القلق الافكار المزعجة اللي طول الوقت بتيجي النقد اللي بيتقالك طول الوقت فما يبقاش عندك طاقة انك تجربي لانك خايفة فمش قادرة تعملي ما في حاجة الادمان انك تبقي واقع اسيرة حاجة مش ميدياكي فرصة انك انتي تشوفي حاجة ترد روحك فدي كلها حاجات بتقتل روحك ما بتخليكيش عندك مساحة تتأملي الحاجة اصلا عشان ترد روحي حاجة فده محتاج اني فيه كده وقت من الصفة والسلام اللي خليني قعد اتأمل في شيء فتتردلي روحي مع المرض مع الادمان مع كل الكلام ده كله ما عنديش الطاقة دي وما عنديش السلام ده وما عنديش الفرصة اللي انا اعمل فيها كل ده عشان تتردلي روحي طب وهل ممكن العكس يعني هل ممكن الحاجة اللي انا بتردلي روحي تساعدني ان انا اطلع من المرض او الاكتئاب او كده ولا اه طبعا اه طبعا يعني في الاكتئاب مثلا بننصح الناس انها واحدة من الحاجات اللي بتساعد معها انواع علاجات تانية انه اعمل الحاجات اللي كانت بتبسطك في الاكتئاب الناس ما بتبقاش فكرة ايه الحاجات او مش عارفة ايه الحاجات اللي بتبسطها مش هم تحط ايدا عليها اوقات بنعلمهم كده قايمة للانشطة الايجابية تعالي طب نكتشف مع بعض ايه الحاجات اللي انت ممكن تبسطك أوقات يحكيلي مثلاً أو تحكيلي عن قدرتها فأقترح عليها حاجات وأوقات إحنا ما بنيديش نفسنا فرصة نكتشف الحاجات علشان تبسطنا يعني مثلاً أنا واحدة من الحاجات اللي بترديلي روحي الزرع ودي كانت حاجة ما بتبسطنيش زمان يعني خالص كنت بحس يعني إيه الفكرة نعود كل يوم نسقي الزرع يعني إيه الفكرة في كده بعد شوية بدأ الموضوع عندي يبقى ملهم مش بس حاجة يعني مش حاجة لطيفة لا دي حاجة ملهمة إني أشوف زرعة بتكبر وإني أشوف أربطها بألمي وأشوف ألمي في الوقت اللي هي بتكبر فيه زرعة ألمي بيصغر حاجة قصة كده فأنا حسيت إنه الزرع اللي ما كانش له حاجة ده بقى بيردلي روحي فأنتي بتعلمي الناس إزاي يعرفوا يعملوا الحاجات دي بتعلميهم إزاي تعال نكتشف مع بعض عشر أنشطة جرب منهم مثلاً خمسة وقولي ديني الأسبوع اللي جاي قولي انبسطت بدرجة قد إيه يعني مثلاً متصل كده من واحد لعشر قولي الحاجات دي بسطت بدرجة قد إيه فممكن طبعاً ممكن الحاجات دي تخلي البناء ده تتردله وروحه مرة تانية وتساعده طب وهل بتحسي إنه المصريين عندهم وعي بنفسهم أو بالحاجات اللي بترد روحهم يعني مثلاً لما بيجي لك حد ويعمل المشورة معاك نفسياً مثلاً هو عنده مشكلة فأنتي بتقوليه إيه الحاجات اللي بتبسطك بتلاقيههم عارفين ولا نسبة الناس اللي مش عارفة أكتر آه نسبة الناس اللي مش عارفة أكتر الناس ما عندهاش ثقافة الاستمتاع يعني ما هو عشان ترد حاجة ترد روحك لازم تبقيه عايزة تستمتعي عندك كده نويتة استمتع فالناس عادة ما عندهاش الفكرة دي ما عندناش الثقافة دي بتي نويتة أكل نويتة أشتغل نويتة أصروف حال العيال لكن نويتة استمتع أو نويتة تأمل أنا بتشيل الأمنا على رأيك صح لكن نويت أتأمل فاستمتع في الحاجة فاتردلي روحي يعني دي ثقافة عميقة قوي محتاجة حد عميق ومثقف مش مثقف يعني بيقرأ كتير بس أقصد أنه مثقف يعني عنده ثقافة الوعي بذاته وأنه قادر يقرأ ده يشوف دوت ويصبر على نفسه ويشوف الحاجة وينبسط بيها فما ظنش أن الثقافة دي عندنا كتير يعني أولاي القوي طب وإزاي نطور ده في نفسنا ونغيره إن إحنا نوعى بنفسنا يعني مرحلة أولانية خالص أبسميها كده المفتاح اللي بيفتح كل الأبواب مع بعضها أني يبقى عندي بداية وعي بذاتي أبدأ أعرف نفسي كويس وأصبر على نفسي كويس وما أحبطش يعني مثلا لو هتكلم على الكورشي زي ما كنت بقول أنا ممكن أحس إنه أنا بقى ما بعرفش أستمتع بياني وكل الناس بتقول إن الكورشي ده حاجة لطيفة أو تفرجت على برنامج وشوفت عجبيتني نادا وحمسها وهي بتعرض أفكارها فأقوم جربة إني أجيب ورق جرايد وعد أضرب الورق الجرايد في الخلاط غالباً هيبوز مني لأنه أنا مش بمهارة ناداة أو أنا مش شبهها أو فكرتها مختلفة أو فكرتها مختلفة إني أنت تخيلتها حاجة أو أنت تخيلتها حاجة أشوفها فأقول إنه أيوة ما الحاجات هي بتبسط والست جات زيل فولة بتتكلم عن إن الحاجات دي بتبسط كويس قوي فأجي أعملها فما أمبسطش ومعرفش فأحس إنه أنا المشكلة فيها في حين إن المشكلة مش فيها هي أنا ممكن أمبسط بطريقة تانية فالوعي بزيتي هو مفتاح دا إن أنا أبقى وعية بنفسي ووعية بقدراتي وإيه اللي هيبسطني وإيه اللي مش هيبسطني وأصبر على نفسي ويبقى عندي ثقافة كده الخيارات الكتير إني هجربت أما مش مثلا جربت حاجة وما بسطتنيش فأنا حس إنه أيوة أنا بحب إنك تبقى هو أنا كده هكمل أو أنا فشلة أو أنا مفيش مني أمل أو أنا فشلة أو أنا مفيش مني أمل وكمان إحنا ما بنربيش ده في أولادنا يعني ما بنسألهمش على الاستمتاع ولا إيه اللي عمت هيقليش إنه الناس في ثقافتها بتربي العلد ده رضي لك روحك حبيبي أو تتكلم على حاجة شفاء اللي بتقولوها يعني ده مش مجدور طب حتى انبسطت آه حتى انبسطت مش بنسأل أولادنا إنت انبسطت ولا يعني لو راح التمرين مثلا ولا لو راح لعب أنا بسأله بهتم كسبت يعني عملت الحاجات اللي المفروضة ما دايقتش المدرب اسمعت الكلام المدرب لكن ما بسألوش مثلا انت استمتعت ولا لأ استمتعت بدرجة قد إيه يعني 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 طب إيه أكتر حاجة بساطة حتى في المدرسة حتى اللي هو بيراح كل يوم ما بسألوش انت انبسطت النهاردة احكي لي إيه الحاجات اللي فرحتك إيه الحاجات اللي حسستك إنك عندك شغف يعني فيه كلمات ومشاعر ما بنعلمهاش لعياننا فإحنا أكيد بنطلع ما عندناش الوعي ده فبالتالي هنطلع يعني ما عندناش فكرة إني أستمتع مش موجودة في قموسي خالص يعني ما بتهيلي إنه حتى لو سألناهم وهم ما معرفوش يجاوبوا أول مرة زي ما نسي بتقولي الكلمة هتبقى في القموس فالتاني مرة لما هيحصل حاجة بساطته هيربط إنه أنا مبسطت من كذا إجابة على السؤال اللي مما سألته لي مبارح مثلا يعني أنا مثلا يعني لو بنتي أو ابني في السن اللي ممكن يسمح إنه نقعد نتكلم عن ثقافة رد الروح دي أحب أعمل حوار كده يعني أدعو الناس اللي بيشوفونا إنه اللي عندهم ولاد إنه يعودوا يفتحوا معاهم حوار حوالين إيه الحاجات اللي في حياتهم بترد روحهم وإيه الأفكار اللي ممكن تساعدهم يعني فكر كده حبيبي في حاجة تبسطك وترد روحك طب تعالوا نبص في اللي حوالينا إيه بيرد روحك في اللي حواليك إيه الحاجات اللي بتعملها بتخليك بتديك طاقة تبقى مبسوط واشرح له يعني إيه رد روحك يعني إنه مثلا يرسم رسمة حلوة إنه لو هو ده بيرد روحه يعني يعني لو دي حاجة بتبسطك إنه حتى يعود يخبط على الحلة في العصايا ويعمل بيها مزيكة مثلا وإني ماستهونش بالحاجات اللي بترد روح يعني مثلا لو حد قال إنه ولد أنا ما هو بحب المطبخ وبحب الحاجات في المطبخ وحب قعد أعمل حاجات كده قالوا يا لهوي أنت ولد مثلا ما تفهش ولا يعني ما تديش مشروعية للحاجات هو بيحس كده هو بيحس إن دي حاجة بترد روح حتى لو كان بيحس إنه مجرد إنه يأكل أكل حلوة دي حاجة بترد روح لو قال لي مثلا ماما أنا لابنبسط لما بتعملي بسكوت ولا بنبسط لما بتعملي حاجة شبكة دي أنا بحب أكلك أنا بحب أكلك طب أطور له الفكرة يعني تحب إيه ويعني محتاجين نعمل حوار ده مع أولادنا نتكلمهم شوية عن المشاعر اللي بتبسطهم واللي بتبهجهم واللي بترد روحهم دي حاجة ما بحبت ومع نفسنا الأول ومع نفسنا الأول يعني طيب إيه أهمية بقى الوعي بالنفس ده يعني لو يعني ليه مو زي ما بقولك كده إنه هو مفتاح مفتاح بيفتح لي باب كده السعادة أوه أقول سعادة أقول مضج روحي أقول حاجات كتير أقول يخليني إن أنا عندي كده حالة من حالات السلام وإني عارف أشوف ربنا وإني عارف أستقبل حب ربنا يعني أعرف أستقبل حب ربنا لما أعرف نفسي ولما أشوفني الأول ولما أشوفني أكتشف إني أستهلت حب والله طيب أنا حلوة هو كويسة فأبص الربنا طيب والله ده أنت بتعمل حاجات حلوة فأمبسط فأحس بسلام فلما أجي أدور على مفتاح كل ده فلاقي إن وعي بذاتي معرفتي بنفسي قدرتي على إيماني بنفسي قدرتي على تطويرها والصبر على نفسي وإني أسمحني لما أغلط ووصبر علي واشوفني واشوف احتياجاتي وأسددها وأسددها بشكل صح ووصبر لما في مرات أسددها بشكل غلط وحط النفسي أقول ما عليش نقطة ومن أول السطر تاني ما حصلش حاجة وعندي دايما أمل أنه أنه هنحاول مرة تانية في فرصة تانية في فرصة تانية مش دي هي بس الفرصة الأخيرة يعني دايما في فرصة تانية لما بكون شفت نفسي أصلا وعندي وعي بيا لما بكون شفت نفسي كويس وده نتاك تربية بقى يعني آه نتاك تربية بس ما قدرش أقول برضو أنه يعني خلاص في حاجة اسمها فت الأوانة نتربية غلط يعني معظم نتربية غلط يعني شازو يتربية غلط بس يعني ما كانش عند أهالينا في أخطاء عادي آه في أخطاء ما كانش عندهم الثقافة دي فأنا النهاردة أقدر أعيد دا مرة تانية بشوف ناس يعني كانت وقع أسيرة مرض وقع أسيرة خبرات صعبة شوهتها وقدرت تقوم من كل دا عبر سنين المشكلة أنه أوقات الناس بتيجي مستعجلة جدا بتفتكر أنه قوليلي على حاجة تخليني أوعى بنفسي يعني كتير مثلا في البرامج بتتسئل السؤال دا قوليلي على حاجة تخليني أبقى كويسة مفيش يعني مفيش حاجة تخليكي هنا ودلوقتي كويسة لكن في مشوار الفكرة بقى أنت عندك استعداد وصبر تمشي المشوار دا ولا لأ وأنك تشوفي يعني قولي خطواته أني أشوف كل التغيير بيحصل لأنه في ناس بتبقى منتظرة التغيير الكبير اللي هيبهرني اللي هشوفه بقى وحس أنه خلاص بقى كده دي بقى المرحلة اللي أنا وصلت لها خلاص بقى أنا وعيد بنفسي مفيش بقى أكتر من كده الفكرة أنه أنا طول الوقت فيه جديد طول الوقت أنا جوايا بشوف حتة ما كنتش شايفاها قبل كده فيه خبرات بمر بيها بتخليني أشوف حتة زيادة يعني أنا لما بعد أتأمل كده في حياتي بحس أنه كل مرحلة مرّت بيها ضافت لردوة كتير خليتني أشوف حتة ما كنتش شايفاها وخليتني عارفت أتعامل مع حتة ما كنتش عارفت أتعامل معاها فالخبرات بتفرق في وعيك بذاتك ففيه التقوس ماذا تقولي؟ مفروض يعني نعملها علشان نبقى عندنا وعي بذاتنا؟ تقصدي إيه بتقوس؟ أو حاجات يعني نعملها خطوات خطوات؟ يعني آه يعني آه محتاجة أن أنا أشوف نفسي محتاجة أن أنا أعرفني أتعلم عن نفسي أشوف أقرأ يعني أقرأ ولو حسيتني محتاجة أروح قاعد مع حد أكتشف حاجات يبقى عندي الجرأة أن أنا أعمل فيها كده آه عندي خطوات لازم أعملها علشان خطر أوعب نفسي يعني وفي حاجات بأعملها كل يوم أنت كنت بتقولي أنه قبل كده قبل الحلقة وفي حاجات أنا مفروض أعملها كل يوم علشان يعني تقوس بالكلمة تقوس أوكي علشان يبقى عندي وعي آه في ناس بينفع معاها فكرة التقوس يعني أنا مثلا بالنسبالي أنا حد تقصي جدا التقص يعني الأمان بالنسبالي يعني التقص بالنسبالي يعني أنا أنا تقصي اليومي روتين أنا أتأمل الصبح شوية أشرب فنجان قهوة أكتب شوية دي كل دي حاجات بتساعدني أنا كردوة أنه أعرف أشوفني كويس أنه حبة الوقت اللي بعمل فيه تأمل بتاعي واللي بكتب فيه واللي بخطط فيه اليومي التقص ده بيساعدني أكمل اليومي كويس وبيساعدني أوعب نفسي بس ده بالشرطي بقى عند كل الناس يعني فيه ناس طبيعة الشخصية بتاعتها فوضوية تعرفة الناس التي تبدع في الفوضى أنا مثلا مش كده خلص لكن فيه ناس كده فيه ناس بالنسبالها التقص بتقتلها بتقتلها ما تعرفش تعمل كده يعني هي بتبدع في اللحظات الأخيرة من الأشياء يعني أنا ليه صديقها مثلا مبدع جدا بس ما مقدرش أقول إن حياتها تخضى على النظام ولا لتقص ولا أي حاجة وابقى متأكدة إنه الحاجة ممكن تبوز لكن أفاجأ إن الحاجات بتطلع في الأوقات الأخيرة بإبداع فظيع بس ده ستايل شخصيتها مقدرش أقول للناس إنه خليكوا فوضويين وخليكوا كده علشان خطر تبدعوا هي طريقة وصفة كل حد فينا إنه شخصيته بتمشي معا فيه ناس بتمشي شخصيتها بالتقص بأنها تبقى مجهزة لدنيا إنها تبقى فيه طقص كده واضح ومحدد بتتعامل فيه الأشياء وفيه ناس لا ما تحبش تعمل كده ما تحبش تعمل كده والطقص يخلقها وما تعرفش تعمل كده ومهم إن أنا أعرف أنا إيه أو أنا إيه الحاجة اللي عندها برد روحي لندية تاني عربيتي بتمشي إزاي أنا داخليا بمشي إزاي بمشي بالتأمل وبالهدوء وبكده ولا بمشي بالفوضى يعني طب فيه حد بيسأل إزاي أنا حاسة أن أنا نكادية أعمل إيه أو فيه حاجة ينفع تتعمل محتاجة أشوف حاجات تبسطني يعني محتاجة أشوف حاجات النكادية دي يعني بقى عندي طول الوقت توقعات سلبية وطول الوقت حاسة أنه بكرة النكاد بكرة ومش قادرة أشوف حاجات تفرح فأنا محتاجة أناقش الأفكار النكادية دي هو فعلا بكرة النكاد إن فيش حاجة خالص تبسط هو مفيش حاجة في حياتي خالص تبسط هو أنا طب إزاي عرف أعمل حاجات تبسط يعني أوقات مثلا يقولك الستات أصلهم نكادين قوي دي تهمة بنتهم بيها جامد جدا بس الفكرة أنه إحنا مش نكادين ولا حاجة قوي يعني فيه ستات الأعباء اللي عليها كتير قوي وما بتعرفش تنظمها فهي بالتالي تراكم هذه الأعباء وعدم قدرتها على إدارتها بتجيب لها نكد بتجيب لها دي واحدة من الحاجات من أشكال النكد هي أصلا ما كانتش كده كتر الحاجات خلتها يا حرام مش كتر الحاجات هو عدم قدرتها على الإدارة وكترها برضو يعني أوقات مثلا في الظل زيجة جوازة يعني مفيش فيها زوج متعاون وما بيعملش حاجة هو يعني حضوره كده على القفيش شارفي حضوره شارفي فبالتالي وأنا عمالة بعمل كل الحاجات ومش عارفة قدرها فبالتالي طب ما هتنكد هبقى هبقى نكادية فأنا محتاجة عشان ما بقاش نكادية باختصار يعني إنه أبقى بعرف أدير الضغوط بتاعتي كويس وبعرف أناقش الأفكار يعني الضغوط دي سلوك بعمله عندي ثلاث حاجات محتاجة أعمله على مستوى المعارفي أنا محتاجة أناقش أو الأفكار اللي هي بتتكلم حوالين النكاد بتتكلم الحاجات السلبية اللي بيجيلي اللي هو بكرة أكيد وحش هو ليه بكرة أكيد وحش يعني هو مبارح كان كل وحش ولا كان فيه حاجات كويسة فده على المستوى المعارفي على المستوى الوجداني بقى زي ما بنقول كده في مجتمعاتنا نشارك نتكلم نقول أنا مضغوطة علشان أنا حاسة بكذا وكذا أنا متنكدة علشان فاطر حاسة بكذا وبكذا على المستوى السلوكي أنه أنا محتاجة شوية مهارات تساعدني مهارات شابه إيه؟ أني أعرف أدير الضغوط اللي حوالي أفكر أعملها إزاي ما يمكن مثلا لو وردت جوزي شوية أنه ألزمته بأنه هسيب معاك العيال وهنزل نص ساعة نص ساعة مش هلح أعمل حاجة وساعة يلحق هو يحس بالأهرف في عدة المصولية يعني ففيه زي ما بقولك كده مهارات سلوكية ووجدانية ومعرفات محتاجين نتعلم طيب لو هي يعني لو حد مش 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 يعني هو فعلا عنده مشكلة أو عندها مشكلة في أنه هي شايفة بحاجات كويسة بس الحاجة الوحشة كبيرة قوي قدامها أوكي تضخيم عندها ده ده بنسميه خطأ من أخطاء التفكير تضخيم الأمور والمبالغة فيها ده هيساعدها جامد جدا أنها تناقش الأفكار يعني مجرد منقشة الأفكار دي مهارة مش سهلة يعني دي محتاجة تروح تقعد مع حد علشان تقدر تناقش الأفكار لأن أنا طول الوقت بشوف الحاجات كبيرة فده ممكن يعملي قلق يعني اضطراب القلق ده واحدة من أعراضه التضخيم تضخيم الأمور أني أبدأ أشوف الحاجات اللي هي عادية خالص أنه مثلا أن أنا عندي مقابلة بس المدرسة تأخر شوية مثلا أو العيل تأخره شوية العيل تأخره شوية فالعيل عمله حادثة على الدائرية والعربين قلبت ومسلا كلمت المشرفة المشرفة مردتش عشان العربين قلبت وهي ماتت وكل اللي في البص ماتوا ده حقيقة هي عندها معاناة حقيقة لأن الحدث العادي خالص أنه ممكن العيل عاملين دوشة والراجل مشغل أغاني عشان العيل تنبسط فما سمعتش الموبايل ومتأخره لأنه الطري واقف الدائرية واقف طول الوقت يعني عادي فهي مش قادرت مش قادرت شوف ده وهي هتعمل سيناريو ضخمة جدا وهتتعب جامد جدا وهتعاني جامد جدا ففيه عندي مستويات للمساعدة فيه مستوى لوحده هيتعلم يناقش الفكرة ويقدر يعملها لوحده فيه مستوى تاني مش هيعرف يعمل كده إلا بمساعدة فيه مستوى تالت مش هيعرف يعمل ده يعني هيحتاج ياخد دواء وفي نفس الوقت هيحتاج يتساعد إنه يعرف يستخدم تكنيك منقشة الأفكار يعني تكنيك منقشة الأفكار ده واحدة من مبادئ العلاج المعاريف السلوكي اللي هو يعني ينكسر الدنيا في واحدة من التكنيكات النجحة جدا اللي بتساعد الناس إنها تتبنى أفكار إيجابية جديدة تساعدها تطلع سلوك مختلف أو تخليها تحس بشكل مختلف تحس بشكل إيجابي وتطلع سلوكيات إيجابية فبالتالي هي هتقدر تواجه ده بإنها تعمل كده إيما تطلب مساعدة إيما تتعلم تناقش الأفكار دي طب وإزاي أنا أعرف بقى أنا إني واحدة فيهم لو أنا بدأت أقرأ مثلا في فكرة منقشة الأفكار وبدأت أطبقها بس لقيتني إن أنا مش عارفة وعملت ده بجدية يعني أكيد أول موقف همر به مش عارف أعمل فيه كده بس لو عملت أكتر من مرة وفشلت ولقيت إنه أنا عندي خسائر في حياتي خسائر في حياتي بمعنى إيه إنه أنا مودي بقى طول الوقت وحش وبالتالي مودي ده أثر على شغلي أو بالتالي جوزي بدأ يقول إنه أنا متغيرة أو أصحابي بدأت أحس إنه أنا مش قادرة أبقى بقادي بالشكل العادي في حياتي هنا أقول بأن أنا محتاجة مساعدة لأنه مقامة ولو هي يعني لو حد بيدخم من الحاجات السلبية فمثلا لو في عيب في واحدة صاحبتها هتشوفه كبير جدا وهتضايق منها قوي وهتفقد علاقات أه بزف يعني الناس اللي هي بالشكل ده في الغالب بتفقد علاقات هتلاقي إن كان لست حد عندي في العيادة عنده مشكلة شبه كده فأنا بدأت أسأله طيب احكيلي شوية عن دايلة علاقاتك فبدأ يقولي إنه مدى مرة طيب علاقتك بمراتك ما هي طول الوقت أصلا أنت مش عارفها هي بتعمل إيه دا وقاعد يضخم بشكل يعني بيحكي عن مشاكل عادية ممكن شوفها في الحق عادي يعني ممكن نبقى موجودة عندي في البيت مثلا مفيش أي مشكلة بس هم ضخامها فأنت تلاقي إنه دا كل دوايا شغلك أنا سيبت شغلي خمس مرات لأنه هم كلهم سيئين كلهم سيئين آه ما هو محدش أصله في البلد دي بيعمل الحاجة بضمير أصلا أنا أفكاري ما هم مش بيعرفوا يشوفوها كويس فأنت هتبصي في الدواير بتاعته على أكتر من دايرة هتلاقي كل دا واقع فده يقولك قد إيه هو مؤثر فيه مؤثر على حياته آه ردوة الفاضة الخمس داية على الحلقة أو أقل آه بيه شعر أنت بيلهمك آه فممكن تقدي آه ممكن استني أن تطلع الموبايل أنا بحب محمود درويش قوي آه بحبه جدام ده من أكتر الناس اللي بحس إنها ملهمة بالنسبة لي بحب أسمع الشعر بصوته يعني لما أحب أبقى مبسوطة وروحي تتردلي أشغل كده حاجات بصوته هو شعر فلسطيني صح شعر فلسطيني شعر فلسطيني كبير آه هو بيقول فرحا بشيء ما فرحا بشيء ما خفي كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد أمشي واثقا بخطاي أمشي واثقا برؤياي وحي ما يناديني تعالى كأنه إماءة سحرية وكأنه حلم ترجلك يدربني على أسراري فأكون سيدة نجمتي في الليل معتمدا على لغتي أنا حلمي أنا أنا أم أمي في الرؤى وأبو أبي وابني أنا فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد يسقلني ويسقلني كماس أميرة شرقية ما لم يغني الآن في هذا الصباح فلن يغنى أعطنا يا حب فايدك كله لنخوض لنخوض حرب العاطفيين الشريفة فالمناخ ملائم والشمس تشحد في الصباح سلاحنا يا حب لا هدف لنا إلا الهديمة في حروبك فانتصر أنت انتصر واسمع مديحك من ضحاياك انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري ومعن من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب ملهم بالنسبالك في إيه ملهم بالنسبالي لأنه بيتكلم عن الحب ملهم بالنسبالي لأنه من محمود درويش يعني أنا بحبه بحبه قوي لست كنت بحكي مع ماجي بقولها وأنا صغيرة كان محمود درويش في مصر ومحمود درويش مات كان في مصر وكان دايماً كان بيشرب قهوة على المنصة وهو بيقول الأصايد فبعد ما خلص تاب المنديل بتاعه ومشي يعني فأنا عاد أقول بابا أنا عايز المنديل بتاعه يعني بعد ما اخارج أنا عايز المنديل بتاعه فأخذته وفضلت محتفظة بيه جداً وكان يعني معبر بالنسبالي لأن ده منديل محمود درويش حاجة كبيرة قوي كان بالنسبالي فأنا بشوف أصيده ملهمة لي بشوف لما بسمعه بحس أنه أني عندي طاقة وعندي عندي فرح وعندي قدرة على صنع الفرح وحس أنه أنه كل حاجات ممكنة يعني